اشتركوا في القناة برج السرطان وفي عنا برضو خلو مسار لان القمر موجود الان في برج الحوت اللي هو موعد مثل حلقة وفي ساعات الظهر بده ينتقل لبرج الحمل طبعا القمر الان موجود في منزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح ورح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 11.17 دقيقة ظهرا من الظهر اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يقص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الحضل عدم البدء بأي شيء جديد هي جيدة لعلاج الاسنان والعمليات الصغرى وتقليم الاضافر وحلاقة او قص الشعر القمر موجود في برج الحوت الآن لغاية ساعات الظهيرة زي ما حكينا فعشان هيك بتظل تلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين منتذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هذا اليوم طبعا لغاية ساعات الظهيرة سهل جدا الوقوع في الغرام أو حبال الغرام أو حتى بداية علاقة عاطفية أو تعزيزها وموس عن التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى شراء الزهور اقتناء آلة تصوير بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا أول زاوية رح نحكي عنها اللي هي زاوية التثليت الإيجابية بين عطارد وبين نبتن طبعا اليوم آخر يوم لا إلها هذه الزاوية بتخلينا قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليت إيجابية بين الشمس وبين نبتن وتاثراتها لغاية يوم 21 سبعة هذه زاوية بتعزز الخيال القصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد وبرضو تاثراتها لا يوم 19 سبعة منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقاوب السلبية بين الشمس وبين بلوتو وهي تاثراتها لغاية يوم 23 سبعة فهاي بتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين أما دوليا فهي بتحفز أمور إثارة أعمال العنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن بالنسبة للحدث اللي حكينا عنه في البداية اللي هو انتقال الزهرة إلى برج السرطان طبعاً راح ينتقل الزهرة إلى السرطان في تمام الساعة وحدة واثنين وثلاثين دقيقة فجراً أو صباحاً بتوقيت جرينيتش ورح تمكت الزهرة في برج السرطان في حركة أمامية حتى تمام الساعة ستة وثلاثين دقيقة من مساء يوم احداش ثمانية خلال الفترة المذكورة بين ثمنتعاش سبعة وحدة عشر ثمانية بيشعروا موليد برج السرطان بقوة العاطفة خاصة أنه رح يطرق تحسن ملحوظة على مظهرهم الخارجي ومن بعد موليد برج السرطان رح يبدأوا علاقة عاطفية جديدة أو يعززوا العلاقات العاطفية القائمة ما بينهم بين الأحبة إذا كانوا راضين عنها وفترة ممتازة حتى للمصالحات للي بكون عندهم خلافات من برج السرطان اللي هي المصالحات العاطفية بيستفيد مع موليد برج السرطان طبعاً موليد الأبراج المائية الأخرى مثل العقرب والحوت والترابية برج الثور والعذراء والجدي وكل شخص برضو تواجد في ساعة ميلاده برج الزهرة أو كوكب الزهرة في برج السرطان وعادة الأشخاص اللي يولدوا وبتكون الزهرة موجودة في برج السرطان بغض النظر عن برجهم إيش ما كانوا بس إنه الزهرة موجودة في السرطان في ساعة الولادة هدول أشخاص بيكونوا رومانسيين ولكن ما بيشعروا بقوة العاطفة إلا إذا تهيأ لهم الجو العاطفي يكون جو من الأمان والطمأنينة في هاي اللحظة بيصيروا رومانسيين جداً 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 بالنسبة للزهرة بما إنها موجودة في برج السرطان فهو راح تكون إيجابية أغلب الوقت بزوايا بسيطة اللي بتكون منتحسة فطاقتها إيجابية على جميع الأبراج وخلينا نشوف كل برج وإيش اللي راح يستفيدوا من وجود الزهرة في برج السرطان برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بيستفيدوا في مجال العقارات والعلاقات العائلية وممكن يحققوا بعض الأرباح والمكاسب أو يبيعوا العقار أو يستأجروا بيت جديد أو ترميمات أو تصلحات وبرضو ممكن دعم من أحد أفراد العائل لإلهم وبرضو بتكثر المناسبات والأفراح اللي بتسر بالهم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً الاستفادة بتتركز كلها على السفر القصير والاتصالات وتعزيز العلاقة مع الإخوة مع الجيران القدرة على الإقناع والترويج لسلعة معينة حتى على مستوى التجارة والامتحانات اللي هي ما دون الجامعة اللي هي الثانوية العامة هدول أكثر المستفيدين وبحققوا مجالات كبيرة منهم أشخاص ممكن يشتروا سيارة أو أجهزة إلكترونية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً الاستفادة كلها بتكون على مستوى مالي فمنهم أشخاص بحققوا مكاسب مالية يبتيجي من عمل إضافي، مستردات، هبات، دعم بيبدأوا بمشاريع جديدة مالية أو بيعوضوا بعض الخسارات الليلة إلهم أو بحلوا بعض المسائل المالية المعقدة كانت بالفترة الماضية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان هنا تعطيهم طاقة عالية جداً زي ما ذكرنا في البداية اللي هي فرصة لبداية علاقة عاطفية أو البدء بعلاقة أو تطوير علاقة عاطفية أو مصالحات عاطفية تعزيز العلاقة مع الأحبة بكل طافتهم برضو بتفتح لهم مجالات لا فرص بإلها علاقة بالمكاسب المالية والاهتمام بالنواحي الجمالية والفنية هي ممكن تجميل أو نوع من أنواع التغيير في مظهرهم أو حتى شراء واهتمام بلباسهم وهندامهم وطاقتهم بتكون قوية جداً على المستويات اللي ذكرناها برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً بتفتح لهم مجالات كبيرة إما أنه عمل في مؤسسات كبيرة أو ترقيات ترفيعات أو ببداية شراكة كبيرة بتكون ممتازة لهم وبالدر عليهم نفع ممتاز خلاف على ذلك برضو ما رح يصير فيهم اهتمامات ببعضهم بالمؤسسات مثل السجون أو المطاعم أو الفنادق أو الأمور هاي يعني بتفتح لهم مجالات ممتازة وشراكات ودعم مالي برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعاً النشاط بيتركز عن نشاط الاجتماعي وعلاقاتهم بأصدقائهم ومعارفهم بداية علاقة جديدة دعم من بعض الأصدقاء استغلال بعض الأشخاص لدعمهم زي واسطة لإلهم أو بستفيدوا منهم بمناصبهم المناسبات والأفراح والدعوات بتكثر عندهم بشكل كبير خلال هذه المدة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً الفائدة الكبرى بتكون لهم في مجال العمل إما بداية عمل جديد أو تعزيز العلاقة مع زملائهم بالعمل إنجاز بعض الأعمال للي رح تدر عليهم فوائد ممتازة جداً ممكن القوض بمشروع جديد أو أعمال جديد أو إنجاز أعمال كاناً صعبة إنهم ينجزوها بالفترة الماضية يعني الفرص بتفتح لهم مجالات مالية وعاطفية من خلال مكان عملهم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً الرغبة بتكون جياشة لأمور إلها علاقة بالسفر أو التعرف على الأجانب أو بداية علاقة عاطفية ما بينهم وبين أشخاص خارج البلاد أو أجانب عنهم أو من خلال جامعة أو مؤسسة تعليمية بتكثر عندهم برضو الاتصالات واللي عندهم قضايا قضائية خلال هاي المدة بتصير لصالحهم أكثر ممكن إنجازها وأيتمامها اللي عندهم سفر أو عندهم هجرة أو عندهم معاملات الفترة هاي برضو ممتازة لا تنفيذها أو تحقيقها أو حتى تجديد إقامة بالنسبة لموليد برج القوس هنا الأموال كلها بتيجي عن طريق شراكة إما إنه شراكة عمل شراكة مال شراكة عاطفية من الأزواج يحصلوا على ميراث أو أموال لإلهم قروض بتنحل بعض المسائل المالية بشكل كبير ممكن من الأزواج يحصلوا حتى على أموال ما كانت سهلة يحصلوها بالفترة الماضية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هو أنا بتتركز على الأمور العاطفية والأمور المالية في مكان العمل يعني مع الشركاء شركاء العمل شركاء العاطفة مصالحة تراجع عن قرار سابق عودة أزواج كان بينهم خلاف ممكن خلال فترة هاي يتصالحوا بداية علاقة تتطور وتوصل لمرحلة الزواج ومنهم كتير ممكن يرتبطوا بالفترة هاي ويحلوا مسائل برضو كانت شائكة ما بينهم وبين شركاهم بالنسبة لموليد برج الدلو موليد برج الدلو بتجيهم عمل بفرص عمل ممتازة جدا ممكن يحصلوا أو ينجزوا أعمال كان صعب أنهم ينجزوها بالفترة الماضية يحصلوا بعض المكاسب برضو من خلال أمور إلها علاقة بالعمل الأمور الوضع الصحي تاعهم بتحسن بشكل ممتاز جدا ممكن اللي عندهم أمراض مستعصية أو كانت مزمنة أو صعب علاجها بالفترة الماضية خلال هاي الفترة يجدوا العلاج المناسب أو يطلقوا العلاج اللي يعوضهم صحيا عن الفترة الماضية ولكن بدهم ينتبهوا من شغلة اللي هي ارتفاع الوزن في الفترة هاي موليد برج الدلو عرضة لارتفاع الوزن بشكل ملفت للنظر برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا الطاقة عالية جدا على المستوى العاطفي أما بداية علاقة عاطفية أو تطوير علاقة عاطفية بداية حب جديد أو تطوير المرحلة العاطفة للارتباط بشكل أكبر وبرضو تفتح لهم مجالات لفرص مالية أو مكاسب أو حل بعض المسائل المالية وفرصة لنساء برج الحوت إما الدخول بالحمل أو أنه يجروا فحصات وعلاجات إذا كان عندهم رغبة بالحمل فالفترة هاي عندهم حافز كبير لهذا الموضوع بالنسبة للزوايا خلال هذا اليوم طبعا الزاوية الأولى زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام ساعة ثلاثة وصد قائق صباحا بتوقيت جرينيش بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين الشمس وهي رح تكون في تمام ساعة ثلاثة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا ومنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليت إيجابية بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام ساعة ستة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين بلوت وهي رح تكون في تمام ساعة ستة واثنين واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي زاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني ساعة ستة واثنين واربعين دقيقة صباحا بتوقيت المسار وبيستمر لغاية الساعة 11 و17 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحمل هذا بيعني الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقدة أو خطوبة أو زواج أو شراش ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للزاوية البطيئة اللي رح تتشكل ذروتها في فترة خلو المسار هي زاوية التقابل السلبية بين عطارد وبين بلوتو اللي هاي رح تظل مستمرة تأثيراتها لغاية يوم 19 7 طبعاً هي اليوم دروتها الساعة سبعة صباحاً بتوقيت جرينيتش بتدفعنا للكآبة والهم والشعور بالذنب وبتزيد من عنادتنا وبرضو بتسببنا نزاعات شديدة مع محيطنا بعض الأشخاص اللي عندهم دهون زيادة أو عندهم مشاكل بالقلب ينتبهوا على قلبهم لأنه ممكن من العصبية صير عندهم بعض الأزمات القلبية وبرضو حوادث عن طريق النيران وانتبهوا أثناء قيادتكم للسيارات على الشوارع من الحوادث أو بعض الفقدان السيطرة أثناء القيادة الساعة 11.17 دقيقة ظهراً القمر خلاص بنتقل وبستقر في برج الحمل عشان هيك بتتغير الطاقة على جميع الأبراج ففي هاي الفترة من ساعات ما بعد الظهر بنشعر بطاقة كبيرة للعمل بنكون أكثر تصميماً وأكثر استقلالية بنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضاً يجب أن نحضر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة نلاحظ أيضاً في هاي الفترة أنه أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها بنفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وبرضو لاهتمام بقصة شعر أو إقامة حفل ما بالنسبة بالنسبة للزاوية الأخيرة اللي رح نذكرها اللي هي زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام ساعة 12 و14 دقيقة ظهراً بتوقيت جرينيش أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم ونبعد عن العمليات الجراحية من الآن لغاية الصباح لغاية الظهيرة القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية وأي شيء له علاقة بالهرمونات اللي هي مثل هرمون المسكن الآلام أو هرمون المساعد على النوم بعد الظهر بصير التركيز كله على منطقة الرأس أي شيء له علاقة بعمليات جراحية في منطقة الرأس ابعده عنه تماما خلال اليومين القادمات اللي هو ما مثل الرأس أو الأسنان اللسان العضلات المخططة برضو له علاقة بالقضيب والمرارة والشرين والدم ولكن أغلب الأمور اللي إلها علاقة بالرأس هي اللي حاولوا تبعدوا عن إجراء عمليات جراحية لا إلها أما باقي الأعضاء فيوصى بإجراء عمليات جراحية لا إلهام في أي مشاكل برضو هذا اليوم هو مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن عشان المنطقة الرأس نبهنا منها فمنغول أنه بدكت انتبه من عمليات التجميل إلا الأشياء البسيطة أو الرتوش مش شغلات كبيرة بالنسبة لهذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح برضو لا الاهتمام بالبشرة إجمالا ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحمل خلو المسار القادم بيبدأ يوم الأربع القادم عشرين سبعة في تمام الساعة ثنتين وثمنتعشر دقيقة عصرا وبيستمر حتى تمام الساعة ستة واثنين وعشرين دقيقة مساء لا يستقر القمر بعدها في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمر تسعة عشر يوم في تمام الساعة ثمانية وسبعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بصير عمر عشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير خمس وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة هي الآن سعيدة بنسبة مية في المية ولكن في ساعات مساء اليوم بتكون تنتبهوا أنها بتنزل السعادة إلى خمس وثمانين في المية القمر في الحوت وبدو ينتقل للحمل ورح يمكث في الحمل لغاية يوم عشرين سبعة هو الآن منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة خمس في المية في ساعات المساء بترتفع نسبة السعادة إلى ثلاثين في المية عطارد في السرطان حتى يوم تساط عشر سبعة سعيد بنسبة خمس واربعين في المية الزهرة في الجوزاء وبدو ينتقل للسرطان وطبعا اليوم اللي هي فترة الانتقال عشان هيك السعودة بتنزل الزهرة طبعا رح يمكث في السرطان لغاية يوم 11 8 هو الان سعيد بنسبة 15% ولكن في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة 15% المريق في الثور حتى يوم عشرين ثمانية هو الان سعيد بنسبة 15% ولكن في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 25% المشتري في الحمل حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشر منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما أوليد برج الحمل طبعا التعب بيظل مسيطر عليكم لغاية ساعات الظهيرة فبتكن تنتبهوا تضبطوا عصابكم بشكل جيد ما تتخذوا قرارات صعبة وبرضو ما تتهوروا بقرارات ما تتسرعوا برضو بتصرفاتكم وابعدوا عن المشاكل لغاية ساعات الظهيرة من ساعات الظهيرة بتبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود ولكن بظل مزاجك شوي متعكر في نوع من أنواع العصبية فبدأوا تحذر أثناء التعامل مع الغير وخلي كلامك واضح وما تكون جارح برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا بتنشطوا من الآن لغاية ساعات الظهيرة بالعلاقات والمناسبات والنشاطات الاجتماعية ثقتكم بنفسكم كبيرة وقدرتكم على التواصل ما بينكم بين الأصدقاء بتكون ممتاز ولكن في ساعة الفجر بتكن تنتبهوا من فرض السلطة أو السيطرة على الأصدقاء والتحكم فيهم وخلوا كلامكم واضح عشان ما تنفهموا بشكل غلط من ساعات الظهيرة طبعا رح تدخل فترة غير مريحة لأن القمر رح ينتقل لبرج الحمل بيت متاعبكم فخلال اليومين القادمات بتكون يعني تنتبهوا بشكل أكثر لصحتكم أو حذروا من الدخول في أي مناقشات أو جدال مع الأصدقاء لأنه ممكن يتطور للأسوأ برج الجوزاء بالنسبة لما ولد برج الجوزاء بتكون تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وتخلوا علاقاتكم ما بينكم بين المسؤولين يعني مستقر بدون مشاكل بدون انفعالات وحاولوا أنكم تحافظوا على سمعتكم قدر الإمكان برضو من الآن لغاية ساعات الظهيرة ما في داعي للمجازفات ولا للمغامرات وانتبهوا أثناء تصرفاتكم من ساعات الظهيرة بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأشخاص بترتاحوا لهم وبترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق أو استغلال وضع اجتماعي معين لتحقيق بعض الأمنيات وفي منكم رح ينشط اجتماعيا بشكل كبير برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة من الآن لغاية ساعات الظهيرة بده يدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض برضو خلال الفترة هاي بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات والحوارات مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بدراسة معينة أهم إشي انكو تنتبهوا أثناء تنقلاتكم يعني بدكو تكونوا حذرين مخصوصا في استخدام السيارة بالشوارع المفتوحة أما من ساعات الظهيرة فبدكو تحافظوا على هدوءكم وما تحاولوا إثارة الفتن هاي فترة مهمة بتمتحنك أهم إشي انك ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء وحافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا كل التركيز بيكون على الأمور المالية فبإمكانكم كنت تتفحصوا حساب مشترك ولكن بدكو تمتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة يعني الظروف المالية فيها بعض الفرج أو بعض حل بعض النقاط المالية ولكن زي ما حكينا بدك تنتبه من المصاريف وانتبه على أموالك وما تكفى الحد وما تضمن حد بالفترة هاي لغاية ساعات الظهيرة من ساعات الظهيرة بتنشطوا في اتصالاتكم في أمور العلاقة بسفر بعيد علاقاتكم مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب وبتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية ولكن بدكو تنتبهوا أثناء التنقلات أو السفر وتتفقدوا كل أوراقكم وأمتعتكم علي برضو ما لازم بدكو تتسرعوا أثناء القيادة وأثناء التنقلات برج العذراء بالنسبة للموليد برج العذراء بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم من الآن ولغاية ساعات الظهيرة اللي هي شراكات المال شراكات العاطفة تعزيز العلاقة مع الأزواج ولكن بدكو تنتبهوا من ردات فعلكم وعصبيتكم لأنه ممكن تثوروا على أتفه الأمور فبدكو تضبطوا عصبيتكم قدر الإمكان من ساعات الظهيرة الأجواء بتتغير فبتنهمكم بإعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة ولكن بدكو تحذروا من النزاعات مع الشريك في العاطفة أو المنزل أو العمل عشان ما تكبر المشاكل كل التركيز رح يصير على الوضع المالي وبتفتح لكم بعض الحلول أو بدايات لحلول مالية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بدكو تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وما تبادروا لأعمال جديد وانتبهوا لأعمالكم وإنجاز أعمالكم يبعدوا عن الخلافات والنقاشات الحاد ما بينكم بين زملائكم بالعمل وانتبهوا للصحة لغاية ساعات الظهيرة من ساعات ما بعد الظهر بترغبوا في تعزيز شركاتكم شركات المال شركات العاطفة ولكن بدكو تنتبهوا من الإصابات اللي لها علاقة بالنيران أو الجروح أو الالتهابات على أنواعها وفي نفس اللحظة انتبهوا من نقاشات الحد أو المشاكل أو فرض الرأي على الشركاء لأنها ممكن تعمل مشاكل وتكبر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتظل العاطفة قوية جدا لديكم وبتميلوا للتواصل والتجاوب مع أحباكم الأجواء ممتازة جدا ولكن حاولوا أنكم ما تفرضوا سلطتكم على أحباكم أو على أبنائكم في خلال هاي الفترة اللي من الآن لغاية ساعة الظهيرة لأنه ممكن تتطور للأسوأ من ساعات الظهيرة بتكن تنتبهوا لصحتكم حاولوا أنكم تحافظوا على نفسكم على غدائكم على راحتكم ممكن شوي تراكم العمل عندكم الزيادة على اللزوم أو تنشطوا بإنجاز بعض الأعمال الصعبة وبيغلب عليكم طابع العنف والعصبية وخاصة مع الأحباء والأولاد عشان هيك عليكم الحذر برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا بتكن تتجنبوا ادخال أي تغيير جذري على مسكنكم أو أي مشاكل إلها علاقة بالبيت والعائلة ضبط العصاب مطلوب في منك راح يهتم ببعض المسائل العائلية خلال هذه الساعات اللي هي من الآن لغاية ساعات الظهيرة ظهيرة هذا اليوم من بعدها الأجواء بتصير إيجابية بشكل قوي جدا فبتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم فترة عطفية ممتازة بتخللها كثير من الحضوض ولكن حاول إنك ما تفتعل خلاف في المنزل إنه مزاجك حاد وسهل جدا استفزازك برج الجدي طبعا من الآن لغاية ساعات الظهيرة فترة نشطة جدا بالاتصالات والحوارات والنقاشات وسرعة البديهة عندكم عالية جدا ولكن اللي بدي يتقدم لامتحان بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض من الآن لغاية ساعات الظهيرة وبرضو بالمقابل حاولوا تنتبهوا من كلامكم وتكونوا واضحين بالكلام عشان ما تنفهموا بشكل غلط وسيطر على انفعالاتك وكون واضح بالكلام من ساعات الظهيرة وما بعد بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية بتكونوا شوي هيك في عندكم بعض العصبية وهذا الشيء ممكن يسبب لك يعني بسبب مزاجك خلاف أو سؤتفاهم فعليك الحذر أثناء التنقلات والسفريات وقيادة السيارة وخصوصا في فترات خلو المسار أو فترات الانتقال من برج لبرج برج برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا بتكونوا تجنبوا شراء أي حاجية ثمينة تضبطوا ميزانيتكم بشكل جيد ابتعدوا أو خففوا من النفقات قدر المستطاع ممكن تظهر بعض المسائل المالية المعقدة اللي تتطلب منك الاهتمام أو تجد نفسك في موقف محرج إلو علاقة بالوضع المالي صحيح أنه في بعضكم ممكن يحصل بعض المكاسب ولكن هنا بتكثر النفقات بشكل أكثر أو بعض المشاكل للأمور المالية من الآن لغاية ساعات الظهيرة من ساعات ما بعد الظهر بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومن المحتمل أنه يعاني البعض منكم ببعض المشاكل أو النزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل أو الزوج لأسباب بتعود بالضغطات مالية عليكم أنكم تتجنبوا التبذير ولكن زي ما حكنا فترة نشطة جدا جدا بالنسبة للكم من ساعات ما بعد الظهر فرح تفتح لكم مجالات كثيرة من نقاش وحوار وإقناع حتى يعني فترة ممتازة برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا من الآن ولغاية ساعات الظهيرة بظل النشاط عندكم عالي جدا مع هيك ما تبادروا لأي عمل جديد بل وصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وضعكم ممتاز جدا برضو قدرتكم على الإقناع ممتاز جدا فعشان هيك بدكوا تحاولوا إنكوا تضبطوا أعصابكم بس أثناء التعامل مع الغير من ساعات ما بعد الظهر بتنهمكم في ضبط ميزانيتكم ولكن بيكون مزاجكم سيء حاولوا تبعدوا عن تصرفوا فلوس بدون حساب خلال هذا اليوم لأنه قليلين الصبر بتكونوا خلال هذا اليوم وهذا الشيء ممكن يسبب لكم نزاعات مع محيطكم هيك منكون انتهينا من توقعتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر